موسيقى الاسباب اللي قدت للتأجيل وهنقول ايه سبب التأجيل وهنتكلم عن الموضوع بشكل موضوعي هيكون معايا ضيفي النهاردة المسؤول الاول عن السوشال ميديا بقناة نادل اهلي هيسم جنيدي اكيد هنتكلم معايا في كل حاجات اللي تخصوك وايضا عن السوشال ميديا وازاي يعني نشوف مشاكلكو وازاي بيتعامل مع كل جماهير نادل اهلي على السوشال ميديا قناة النادي الاهلي نتكلم في كل الموضوع دي بتفصيل وكمان معايا اخبار النادي الاهلي هقولها لكو وهنتكلم عن تأجيل مباراة القمة لما ييجي التصريح محمد فضل هكلمكو وهنتكلم عليه بالتفصيل زي ما قلت لحضراتكو تعالوا بسرعة عليكم ان وليد ازارو بينتظم في ميران الاهلي الجماعي النجم الكبير المغريبي وليد ازارو بينتظم خلاص في ميران النادي الاهلي الجماعي كمان ميران محسن بيستكمل برنامجه التأهيلي النجم الكبير ميران محسن لعيب كبير لعيب مع وليد ازارو وجينيور اجاهيه مع صلاح محسن كلهم بيكملوا بعض لعيب كبير جدا ميران كان تعرض لاصابة كبيرة قوي في وشه وان شاء الله يكون جاهز للمبارايات الفترة اللي جاية مباراة ايه بقى لسه مش عارفين وهنستعد لإيه لسه مش عارفين برضو المدير الفني فيلر اللي عامل قلق كبير للناس كلها بيجتمع بجهازه المعاون في الميران المسائي ومتعود على كده بيناقش كل الجيرة وظهرة في التمرين بيناقش المباراة اللي جاية بشكلها ايه استعدادها ايه اللي عنده افكار اللي عنده مكترحات اللي شاف نقاط سلبية اللي شاف نقاط ايجابية اللي شاف تعديل يعني بتكلم بشكل عام ودي زاهرة صحية جدا من المدير الفني السويسري ريني فيلر ميران قوي ايضا لحراس مرمى نادل اهلي شديف اكرامي محمد الشناوي وعال لطفي مصطفى شبير رباعي حراس المرمى بالنادي الاهلي كان فيهم كان في ميران شديد شوية مع مشيليانكم درب الحراس بالنادي الاهلي حراس ما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب كلهم جاهزين محمد الشناوي يقدم افضل عروضه في الاهلي ان شاء الله يكمل على خير كمان معا اكرامي معا شبير ومعا علي لطفي كان فيه فكرات للكرات العرضية في ميران النادي الاهلي بيهتم فيلر ايضا بالكرات العرضية اهتمام كبير بيهتم كمان بالحالات الفردية اللي هي واحد ضد واحد شفنا ما شاء الله تطور كبير اوي في مستوى رمضان وحسين معلول تطور اكتر كمان ما شاء الله يعني عايزين برضو نمسك الخشب كان فيه التمرين على الكرات العرضية كان من رمضان الصبح كمان مع حسين الشحات وعلي معلول احمد الشيخ مشاركة كمان رامي ربيع السلية وجونيور اجايي صلاح محسن وحمد فتح وليد ازاره وحسام عشوره ايمن اشرف اكلمكو على المران بالتفصيل لما يكون متواجد معايا زميل العزيز شريف شعبان تعالوا نتكلم بقى عن محمد فضل وتصريحه اللي تكلم عن مباراة الكمة قال بالزبط او نص الخبر محمد فضل يكشف سر تأجيل لقاء الكمة محمد فضل قال عضو لجنة تسيير اعمال اتحاد الكرة قال ان تأجيل مباراة الكمة موضوع امني بحت موضوع امني بحت وانه لا مجال فيه الحديث عن اي اعتبارات اخرى يعني بقى ان هو بيجامل حد على حساب حد والكلام ده كله قال ان ما فيش مجال الحديث عن الكلام ده حادث ده محمد فضل محمد فضل بالنسبة لنا عنده مستقاية كبيرة جدا مصدقيته فيه تعاملاته محمد فضل معروف قوي انه انسان شفاف جدا بيقول لي واللي عليه فخلينا نقتنع بجزء كبير من كلام محمد فضل واضاف انه اذا كان هناك ملاحظات في هذا الشأن لاي طرف عليه العودة الى الامن طبعا موضوع احنا كاندية بنتكلم مع اتحاد الكورة ما بنتكلمش مع الامن فانا يعني مش اعلق عن النقطة دي انا ضدها بصراحة لا سيما ان لقاحة المسابقات اعطت الحق الاندية لتحديد ملعبها بالتنصيق مع الامن هل هو تأجيل عشان الملعب؟ اعتقد لا قال كمان فضل اكد على العلاقة اللي بتجمع او تجمعه مع جميع اعضاء لجنة الاتحاد وجميع اطراف المنظومة القروية تتسم بالاحترام والتقدير ده كلام النجم محمد فضل ومن ثم الله صحة لما يتردد او لما يردده البعض بتقديم استقالاتي من عضويتي للجنة ده كلام محمد فضل طيب اهلي وزمالك وكان ما فيش اي مشاكل خالص كلنا كنا عارفين المباراة تتأجد طلع هتتلاعي باسف طلع كلام زي ما احنا متعودين للاسف ان المباراة ممكن تتأجل لنشوف الدنيا يبقى صداها ايه المباراة اتأجلت ما تأجلتش المباراة هتتأجل هتتلعب في وقتها لغاية امبارح مثلا قبل ما يطلعوا بقى الاعلان الرسمي كان المباراة هتتلعب في وقتها هتتلعب في القاهرة هتتلعب ايا كان المكان احنا ما كانش عندنا مشاكل هتتلعب بجمهور هتتلعب نهير جمهور برضو احنا ما عندنا مش مشاكل طيب فجأة المباراة اتأجلت عندنا حالتين هنتكلم بمنطقة الصراحة عندنا حالتين اللي تقال أو أسير في الرأي العام أو الشرع الكروي إنه هو موضوع أمني وإحنا في كل الأحوال بنحترم قرارات الأمن كل الاحترام وإحنا نادي من أوله لآخره بيحترم الدولة وبيحترم بلده جدا 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 هي أصلها مش إن إحنا نكتب على نادينا إحنا نادي إيه ونعمل إيه هي مش بالكلام هي إزاي أنت بتفيد بلدك ونتكلم برضو على الموضوع ده طيب الاحتمال التاني إن المنافس عايز أجل مباراة وده في حد ذاته بيديك أنتك نادي أهدي وده العادي بتاعك أن أنت نادي بقيت مرعب لأي حد وده برضو إحنا لازم نحترمه فالاحتمالين إحنا ما عندناش مشاكل خالص يا جماعة خالص إحنا كأهلوية إحنا ما عندناش مشاكل إحنا بس بنبص لإيه إن إحنا بنرتقي بالكرة المصرية بنرتقي بيها إزاي إن المسابقة تكون موعدة معروفة زي ما إحنا اتفقنا وموعدة معلومة للجميع وبنلعب الماتشات يوم كذا ما فيش تأجيلات طالما ما فيش حاجة يعني الدنيا مش هتتهد ففي كلا الحالتين أمنيا أو أيا كان المنافس هو مين ما بتكلمش على نادي الزمالك تحديدنا أو أي نادي هتلعبه أيا كان المنافس هو عازي أجل فدي حاجة برضو أنت تحترمها أن أنت نادي كبير جدا نادي بقيت مرعب فما فيش مشكلة خالص لكن خلينا أتكلم على قناعاتنا الشخصية قناعاتنا الشخصية بأمني بشرطتي بجيشي أنا مقتنع ومؤمن بيهم تماما إنه هو ممكن مش أتكلم في مباراة بقى لأنه أنت بتتكلم في جيشك وشرطتك يعني يعني أنت ممكن الشرطة تأمن ماتش وهي قاعدة في البيت أساسا ممكن الجيش يأمن ماتش بره البلد أساسا فأنا مؤمن جدا جدا بشرطتي وجيشي وكل حاجة أنه ممكن يأمنوا أي حاجة ولو دخلوا في أي حاجة هم يطلعوا أسود منها لكن إزاي أنا بصدر أن في حالة مش طبعية في الشارع دي المشكلة الأساسية يا جمع إزاي أنا بستسير الناس إزاي أنا بعمل إصارة مفتعلة إزاي أنا بصدر أنا مش عايز أقول بصراحة الكلمة يعني منفعش أقول إن نادل آلي مش نادي مش نادي بيحب بلده يعني نادل آلي بيحب بلده جدا جدا كلنا كأهلوية ده الطبيعي الطبيعي إن إحنا كلنا كمصريين نحب بلدنا طب أنا أحب بلدي إزاي إن أنا كون إنسان شغال فعال محترم عندي أخلاق عندي مبادئ عندي أسس عندي كيان بحافظ عليه لأن كل الحاجات دي في الآخر بتقف مصلحة بلدي إن أنا بمثل بلدي أحسن تمثيل في أي مكان إن أنا بطلع في أي مكان الناس بتضربل تعظيم سلام إن أنا بروح أي دولة الناس بيتباروا وبيتسابقوا إن هم يخدموني عشان أنا نادي الأهلي عشان أنا برفع اسم مصر الفوق عشان أنا أي بطلع بروح بموت عليها عشان في الآخر يقولوا ده نادي مصري اسمه النادي الأهلي بجماهيره بقدارته على مدار التاريخ كله بلعبته الناس محترمة جدا الناس عارفة يعني إيه قيمة مصر عشان كده بيشتغلوا وبيموتوا عشان يرفعوا اسم مصر الفوق عشان لازم أكتب بقى على نادي الأهلي يا أسطنة نادي وحط طول عمرنا بنشتغل وبنسكت طول عمرنا بيساء إلينا وبنسكت عشان إحنا وجهة إنت وجهة إنت كنادي أهلي وجهة ووجهة كبيرة جدا وجهة ويتعلم منها الناس كمان إزاي اللي احتراموا الأدب والأخلاق وعندك أسس وعندك قواعد وعندك مبادئ الناس يجي تشوف وكلامنا مش مجرد كلام هو أفعال والتاريخ بيدوينها وبيسجلها بحروف دهب عشان النظر ضعيف يشوفها وحروف كبيرة جدا مكتوب النادي الأهلي في التاريخ اسم كبير جدا ونسره زي ما انتم شايفينه جدا فكون إن أنا صدر إن الأهلي مش عارف إيه وجماهير ومشهر الكلام ده طبعا مفيش مجال إن إحنا نتكلم فيه لكن يا جماعة لكن لكن أفتكر زمان كان عندنا حصة اسمها التربية الرياضية اللي إحنا كنا بنقول على الألعاب يعني هرجعكو زمان شوية أفتكر زمان كان عندنا حاجة بنقول الرياضة أخلاق دلوقتي الأخلاق بيتداس عليها بتلغى تماما بتشوه تماما على مرأة ومسمع من الجميع فلازم ندور بقى على الناس اللي بتصدر سوء الأخلاق اللي بيدوسوا على الأخلاق اللي وده أنا تلوست من كتر ما بنسمعه أنا بخاف على أولادي وأكيد حضراتكم بتخاف على أولادكم وأكيد كلنا هنخاف على أولادنا من كتر اللي بنسمعه من الناس ومن كتر الأخلاق اللي بتبداس هنعلم أولادنا إيه أنا لغيت قنوات عندي في البيت علشان ابني ما يفتحش تلفزيوني يلاقي حد بشتم يلاقي حد يقول لفظي يلاقي مش عارف مجموعة بتعمل إيه فلازم ندور على السبب ده أنا بأتكلم وبناشد كل الناس إن إحنا لازم نشوف السبب ده ونعالجه مش نصدر بقى ونسير ونعمل فتنة ونستقلق مفيش كرام ده خالص خالص بكرر وبقول النادي الأهلي بالتاريخ يا جماعة والله العظيم ما كلامه خلاص إحنا مطلعش نتكلم وخلاص هو ده شكلنا هو ده شكلنا وإحنا ما نعرفش نكون غير كده نتكلم بالأدب وبالاحترام لأن إحنا بنتعامل مع ناس محترمة جدا ناس بتشوفنا لها كل الاحترام والتأدير كل الرموزنا على دماغنا من فوق بنكرمها وبنقدرها يوم بعد يوم عمرنا ما بننسى فإحنا مش هنتقارن بحد خالص نادي الأهلي تقولوا عمره بحافظ على اسم البلد أول ناس تبقى في ظهر البلد وده الطبيعي يا خلي بالك وقلم الطبيعي كمان وقلم الطبيعي يوم ما بحصل أي حاجة بتلاقي كل مصر ده طبيعي فصعب قوي الكلام اللي بتقال هو صعب قوي إن أنا أؤمن إن الأمن مش هيقدر يأمن ماتش أنا لأن أنا مصري عارف بلدي وعارف شرطتي وعارف جيش يأمنوا ماتش في مش عايز أقول يعني الإسم فصعب جدا نادي الأهلي في الحالتين موضوع أمني على رأسنا من فوق إنه ما فيش أسباب لكن على رأسنا من فوق وكل اللي احتراموا التأدير للبلد بجيشها بشرطتها بسلطاتها على دماغنا من فوق حتش يقدر يتكلم موضوع خوف برضو لازم نقدر يا جماعة إن إحنا نادي مرعب فعلا فرقتنا دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله مرعبة أيا كان بقى المنافس أيا كان مين فإن هو يأجل الماتش عشان يعني الآن أو حاجة أيا كان الاسم مش والله عظيم على اسم معين بس أيا كان الاسم فبرضو أنت لازم يعني تقدر الكلام ده كله ده الموضوع ما تشكلوش دماغه خالص خالص مش عايزين نصدر مشاكل لنا أو مش عايزين الموضوع المفتعل ده يأثر علينا ونشوف مش عارف الكابتن بقى يعمل إيه وإيكا إحنا ملناش فيه أصل إحنا ملناش في القصة إحنا نادي اتلعب إحنا كل هدفنا إن المسابقة تبقى منتظمة للارتقاء بالرياضة المصرية بس فقط لغيره وعايزين نحافظ على اللجنة الخماسية مش عايزين برضو أي حد يطلع إحنا عايزين نحافظ عليهم بقى عايزين نحافظ عليهم عايزين الناس تحميها عشان إحنا ننصق فيها إذا كان هو مش يحمي نفسه أو الناس مش حمياء فطبيعي إن هو مش يحمي الأندية فبرضو إحنا كل الاحترام وتأدير اللجنة الخماسية كل الاحترام وتأدير ليهم وكل المساندة والدعم ليهم وعايزين نفضل زي ما بدأنا زي ما بدأنا كنا متوسمين خير وإن شاء الله برضو لسه متوسمين خير تشغلوش دماغنا خالص خالص إحنا عاديين معنا واحد واربعين دوري إن شاء الله يبقوا اتنين واربعين 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 وغاية لما ربنا يدينا عايزين نركز في الدوري عايزين نركز في أفريقيا عايزين نركز في كل المنافسات اللي هندخلها إن شاء الله فما تشغلوش دماغنا خالص خالص وما تروحوش في حتة هم عايزين يودونا فيها نقفل بقى الموضوع على كده طيب يلا شريف شعبان زميل العزيز مع التلفون عشان يطمننا على كل أخبار المران زميل عزيز شريف شعبان أهلا وسهلا بك ومسائل فل عليك أكيد أنا تأخرت عليك سمحني طمني بقى على المران وطمني على العيبة وطمني على فايلر وكل اللي حصل في المران كنت أقول لك التمرين كان في الخامسة مساء بحضور الأسطورة أسطورة النادي الآلي أسطورة العالم العربي الكابتن الكبير محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة اللي كان حريسي تابع جانب كبير من تمرين الفريق اليوم يمكن قبل التمرين كان فيه اجتماع ما بين مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيز والمدير الفني فايلر مع الأسطورة الكابتن محمود الخطيب وبعد هذا الاجتماع يمكن كان خطيب كان حريسي أنه هو يتابع التمرين من أرض ملعب ألفتش يمكن فور نزول الألعابين كان فيه كارية حوالي الملعب حوالي خمس داي وكان فيه تسخيم من غير الكرة وكان فيه تسخيم بالكرة وكان النهاردة كان فيه تحمل أداء شوية مستفير العمل وطبعاً مدرب الأحمال وكان فيه دوائر بالكرة واختتمها بتأسيمها وفي آخر التمرين كان فيه تمرين تصويب على المرمى من الأجناب هو من الوسط رجل عمل تخاصص على الجول عشان يقدر لعب الفريج يعني يفنشه الكورة كلها الهجمات إذا كان بالقدم اليمنى أو اليسرى أو بالرأس يمكن دا رجل كان التمرين مركب من وشمال وفي الرأس عشان خاطر يقدر لعيب يفنش الكورة لأهداف يمكن تدريب الحراس النهاردة كان قوي جداً النهاردة يمكن الشناوي تعلق الإكرامي على لطفي مصطفى شوير تمرين قوي جداً بدنياً أقوى يمكن تمرين شوفتوا النهاردة يمكن تمرين بدنياً قوي جداً تعلق في الأربح حراس يمكن فنياً وبدنياً نمسك الخشب ما شاء الله الأربعة في زيادة أو تعلقين جداً في التمرين يمكن التأهل التأهل النهاردة كان على الجانب الآخر لكريم ندفت قبل التمرين ما يبدأ يمكن كريم بينزل باديل شوية الحال ولا تشوف كريم النهاردة في التأهيل بيفتح إسبرينتات فخلاص نتكلم بعشر أو اثناشر يوم بإذن الله ممكن كريم يخش مع ناعبي الفريق في التمرين مراوان محسن النهاردة يمكن بدأ ياخد أجزاء كبيرة من القرى مراوان يمكن نتكلم بحوالي أسبوع عشان في طبعاً الواقع اللي هلبسه الآهل هيعمله استراض من دولة أسبانيا ففي انتظار يكون وصول القناع علشان يرتدي مراوان ويدا تشارك في تمرين النادي الأهلي مع زملائه ومن غير أي مشاكل محمومة ولي خلاص المراحل النهاردة تتكلم يوم أولوية جدي جداً وإذن الله يكون موجود في تمرين النادي الأهلي النادي الآهلي كان معد برنامج طبعاً لمباراة القرمة يوم السابت طبعاً بعد تأكير المباراة بالأمس هيكون فيه لسه جالسات مع طبعاً المجاز الفني وفضيل القرى على لشي تبقى على برنامج القرى وزي ولا لا وزي ولا لا 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 اعتدد شريف انت المفروض تعمل لي اختبار يعني ما تقوليش كل حاجة وتعمل لي اختبار كده تشوفني أسألك ألا لا انت يعني بتخلص كل حاجة على طول الشرف لا كنت موفق كده عظم بإذن الله وبإذن الله يبقى العقل وقدمي أكيد أكيد ربنا خليك شريف وشكراً دايماً ليك ودايماً متقلق ومغطي كل الأخبار ويعني بتعيشنا في التمرين شكراً جداً ليك زميل عزيز شريف شعبان شريف اتكلم عن كل حاجة في الميران وتكلم عن اللي حصل كمان في الميران اتكلم عن لعيبة اتكلم عن الإصابات اتكلم على مرغان والواقع اللي هيجيه من أسبانيا ببقى ليه مواصفات خاصة كده وتكلم عن تأجيل مباراة للأهلي والزمالك وكان فيه ميران جامد جداً للحراس زي ما انتم شايفين دي لوطات من تمرين النادي الأهلي وتكلم عن كملها برجاوي ماشي وتكلم عن حضور الأسطورة النجم الكبير الكابت المحمود الخطيب في هذا الميران هذا صورته علشان احنا بنفرح لما بنشوفوا كل الألواق بفرحوا لما بيشوفواها برجاوي يعني مش أعلق أنا مش أعلق هي جاء بالصدفة ولا انت رجعتها تانية برجاوي بالصدفة طيب ماشي مش هنتكلم عن الكابتن محمود الخطيب لأن احنا مهما نتكلمنا عن الكابتن محمود الخطيب يعني عمر كلامنا ما هيديله حقه مش عايزين يا جماعة تاني وبأكد عليكو تاني نروح في حتة هم عايزين يودونا فيها خالص وما فيش حد تأكدوا تأكدوا ما فيش حد فوق القانون ما فيش حد فوق الدولة خالص 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 يعني اللي بنسمعه ده كله من الصح كله من الصح كلنا تحت القانون كلنا تحت الدولة وان شاء الله كل حاجة هترجع تاني لطبعتها كل حاجة هترجع لطبعتها الحق دايما لو غاب شوية بيرجع تاني بسرعة جدا جدا دي لقطات عشان احنا اول مرة نزيع اللقطات فبرجاوا مصمم يفرقوا على العباء نعرف طبعا ان انتو بتستمتعوا وانتو بتشوفوا ميران نادل آلي بتشوفوا لعبت نادل آلي بتشوفوا أستورتنا كلنا أستورت نادي كابتن محمود الخطيب ده ميران كان بدأوا بالبلجاري موضوع مختلفة جماعة ما شاء الله ما شاء الله يعني الواحد بيخاف يحسدهم هو مشواخد باجه شوفنا علي معلول كان قاعد من شوية وده ده دريب الحراس مع ميشيل أرباح حراس ما شاء الله شناوي ولطفي وشبير وكرامي شاء الله ما شاء الله يعني وده حديث طبعا بين المدربين كابتن محمود وكابتن سايد عبدالحفيظ يوحشنا الملعب وشكل الملعب وروح الملعب وريحة النجيلة في الملعب كل حاجة بتوحشنا لما منشوفها والله يالله بركيو حسام عشور ضحكته واجيه من أزهره قفشة مين تاني صالح صالح هو جماعة على فكرة ماشي حسين رمضان ان شاء الله كل اسم يعني فرقة كل دويرة جلتنا طبعا الجنود لا جنود معلومة للكل بصراحة جنود معلومة للكل نادي القالي زي منها زميلة عزيز شريف شعبان فوق الجميع فوق الجميع ويفضل ان شاء الله فوق الجميع احنا منتكلم علينا احنا كمؤسسة النادي الاهلي اسم الاهلي فوق اي حد فوق اي حد احنا نتكلم بقى خلاص كفاية عشان نقفل القصة دي خالص انا عايز ان احنا نركز مع فرقتنا ما شاء الله ما شاء الله عاملين حاجات ولا ارواح فنيات كبيرة جدا شايفين شكل النادي الاهلي مختلف تماما فيه فكر فيه روح فيه شكل فني جديد النادي الاهلي ان شاء الله يكمل وان شايفين من رابع مطش احنا عاملين ايه فان شاء الله الدنيا هتبقى أصعب كتير على اي حد بعد كده يلعب النادي الاهلي ده بالعكس انت كل ما تدي نفسك فرصة كل ما الفنيات بتتحفظ للعيبة كل ما اللعيبة بتعرف فعايز ايب الضبط كل ما فيلر بقى عايز حفظ لعيبة اكتر فالموضوع اللي فاهم كده لقى فاهم غلط فاهم غلط يعني وانا جاي قبل ما اجي كنت بتفرج على فيلم بعرفين اسماعيل ياسين يعني ممثل اكيد حضارة كلكم عارفين اسماعيل ياسين يعني اللي عايز بقى مكتائف شوية تفرج على اسماعيل ياسين ففيه فيلم مش فاكت كان اسمه في القسطول او في البحرية حاجة كده يعني وهم بينطوا في البحر فهو ما كانوا خمسة او ستة فكل شوية اسماعيل ياسين يرجع عشان ما ينطش يروح اللي قدامه ناطط يروح راجع عشان ما ينطش يروح اللي قدامه ناطط انت كده كده هتنط كده كده هتنط نكمل بقية اخبارنا كابتن حسان بدري بينائش معوقات المعسكر المقبل مع الجبلية في حاجات كابتن حسان بدري شايف انها معوقات بالنسبة له اقول لكم اهمها اللي هو ارتباطات المنتخب الالومبي اللي فيه لعيبة مع المنتخب الاول ارتباطاته بتصفات الافريقية الموهلة دورة الععب الالومبية كمان اللعبين المحترفين في معسكر منتخب قبل 11 نوفمبر دي برضو من الحاجات اللي معطلة الدنيا شوية عنده كمان ارتباط فريق بيرامتز بمشاركته الافريقية وخوضوا للمبارات العودة امام بطل تنزان يوم 3 نوفمبر كمان المصر البورسعيدي اللي بيشارك اللي اسماعيلي نفس الكلام المشكلة الاساسية اللي من وجهة نظر الكابتن حسان بدري الفترة من اول نوفمبر وحتى 9 لخوضوا منافسات الادوار الاولى لانديت الدوري الممتاز بمسابقة كأس مصر وعايز يعمل معسكر في الايام دي فشايف ان الدنيا كلها صعبة شوية فاتكلم مع بركاته ان هو يعمل مباراة باللعيبة المحليين مش اللعيبة المحترفين ان شاء الله كل التوفيق وكل الدعم للكابتن حسان والمنتخبنا الوطني الناس مش عايزين نستاء من اول مباراة لسه ما فيش حاجة خلص ما فيش اي حاجة حصلت فنيا يعني لسه ملحقناش فمش عايزين نستعجل احنا دلوقتي كلنا في ظهر المنتخب ونفضل في ظهر ان شاء الله مهما كان اي حاجة يعني احنا بننسى خلاص او بناتناسب المنتخب الولمبي كمان بيدرس المنافسين وبيعلن قائمة التمانية وعشرين او يعلن قائمته يوم تمانية وعشرين اكتوبر اسف انت بتنشأه يا غريب كل التمانيات ليك والمنتخب الولمبي بتعمله كل اللي انتوا عايزينه ونوصل لأولمبيات توكيو ان شاء الله عشرين عشرين كمان وديات مع المظلين في معسكر مفتوح لمنتخب الشباب بقادة كابتن الكبير كابتن ربيع ياسين اللي اعلن عن القائمة ضمت كاما عمر كامل قائمة في تمانية وعشرين لعيب هقولكو ابرز الاسماء اللي اختيرت من النادل الاهلي حمزة علاء عبدالله من الاهلي مش عايز اقولكو يعني عاملين الخط قد كده يعني الخط قد كده انا قلت عمر مش هسيبك ومحمد سلامة بركات من الاهلي محمود صابر من الاهلي صح انا بقول اسماء كده وعمر ولا ايه ومحمد اشرف محمد من الاهلي والعربي بدر طبعا عرب بدر عشان انا عارفه كويس من الاهلي يبقى الاسماء اهاب حسن العادي من المصري محمد الشناوي بتروجت احمد عيد محمد من نادي الزمالك فارس محمد مجاد من سموحة وحازم هاني من المنصورة عبدالرحمن العشري من امبي عبدالله عازل علي من امبي زياد محمد كمال من امبي ابراهيم عادل علي بيرامدز محمود صابر عبدالمحسن مستقبل عبدالغاني محمد عبدالغاني الاتحاد واسامة فسغل الزمالك زياد فرج المصري محمود محمد عباس بتروجت عماد ميهوب بيرامدز حسن او حسام حسن علي غزل المحلة حسام حسن اسمه طبعا كبير جدا حمدة فاروق مصر المقصة ويوسف المجيد هرتا الالماني العيب محترف وهو زياد عماد الجيوش ده من نادي الجنة دي الاسماء اللي اخترها الكابتن ربيع ياسين كل التوفيق للكابتن الكبير المحترم الكابتن ربيع ياسين دي كانت كل اخبارنا طمناكو على التمرين ولا كان فيه حاجات عايزة تطمناه عليها تاني شوفنا اللعيبة شوفنا الكابتن محمود خطيب مش هنشوف احسن من كده بسرعة ما حدش بيتفرج على حاجة تاني بالليل لشان ما تبوزوش الدنيا خالص نطلع فاصل لشان نستقبل النجم هيسن جنيدي المسؤول الاول عن السوشال ميديا في قناة النادي الآن اهلا بحضراتكم الجديد ان نوارني وشرفني فريق السوشال ميديا عندنا هنا في القناة اكيد نتكلم معهم في كل حاجة بتخصوكو اكيد يعني لو فيه اسئلة اتفضلوا اسألوها اه وفيه جايزة اهلة ونقرب منها يا برجاوي هم يقولوننا قصتها ايه لكن خلونا نرحب بيوم في الاول هيسم جنيدي اه صديق العزيز مدير السوشال ميديا بقناة النادي الاهلي من نوار الدنيا كمان معنا نرحب بقى بويندا الاول ويندا عادل مسؤول السوشال ميديا من نوار الدنيا هقول لي بتقولي الناس يعني ايه ويندا اوكي كمان معايا محمد ماجدي مسؤول السوشال ميديا في قناة النادي الاهلي من نوار الدنيا من نوار الدنيا اخباركو ايه؟ طبعا انتبقى تحت ايدي ده الوقتي بقى اخيرا اخيرا نستاني اللحظة دي الاول عشان نعرف ان احنا دايما نسبقين الحمد لله يا رب الحمد لله في كل حاجة في كورة في اي حاجة بصراحة اي حد تحت شعرنا الاهلي دايما نسبق بفضل ربنا عرفنا قصة الجايزة تمام سادة المشاهدين جايزة اليوتيوب هي اليوتيوب نحاول اعدلها شوية برجوي كده 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 اه جايزة اليوتيوب هي جايزة من احدى تلات جايز بيديها اليوتيوب المئة الف سبسكرايبر او مشترك والمليون مشترك وبعد كده العشرة مليون مشترك اللي بميز الجايزة دي ان احنا في وقت قياسي من اول ما عملنا قناة اليوتيوب الجديدة مع اللانشنج الجديد بتاع القناة وصلنا لأكتر من مليون مشترك دلوقتي يعني وتعايزة اوضح الفرق ما بين مليون مشترك وعدد المشاهدات المشتركين والمشاهدات مشترك ده ومشترك او سبسكرايبر او مفاعل ان اي حاجة على قناة اليوتيوب تجيله توصلوا غير المشاهدات احنا مشاهدات تخطينا المئتين مليون مشاهدة للكونتنت او الفيديوهات اللي موجودة برامجكم كلها وده رقم برضو في الفترة دي رقم كبير بالنسبة لقناة نادي فقوية لا وبالنسبة لصحبات انا اتكلم عليها هو احنا مقدرش اقول ان هو رقم كبير على جمهور النادي الاهل ولسه مش وارح افدايته اكيد ولكن هو بالنسبة للوقت هو رقم محترم جدا اكيد اكيد طيب لو عايز تتكلم برضو على الجايزة مجدي بو ده مجهودتين واشكرهم كلهم هالي طبعا بنحاول بقدر يمكن ان احنا نبقى مواكبين كل الفعاليات اللي بيغطيها النادي وبيتغطيها القناة وانه بقى عند حسن حسن الزمن اكيد اكيد ايه ويندا بقى يعني ويندا يعني كلنا انا كنت اقول هند كلنا اقول هند ويندا دي اول مرة اتعدى علي اه ويندا هو اسمه نك نام ياني المرة الجميلة يعني بس هو اسمك في البطاطقة ويندا اه لأ في بتاعة هند هو زي بهدو كابتن عبد الحميد في نفس الفكرةW Elliot بس ويندا بعد مو انا صغير ا مش هلمدا Truck Your panelه فبصني مش هراف وبطر وافت اش ههل هو في بطر ويندا يعني هند بس اللي نك نام ويندا تمام ولقي مقدة برضو الجايزة بتمثلك ايه كل ما في لابت التلاكم المجارة الدور اللي انتو بتلعبوه اكيد في القناة في السوشيال ميلا تحديدا تمام هو الجائزة طبعا حاجة أسعدتنا كلنا طبعا زي ما مجدي قال ومستر هيسل منها مجهود تيم اشتغلنا فترة طويلة تقريبا من أنا ثلاث سنين من أول ما بدأنا لصفحة رسمي يعني تعب ومجهود ونحن نشوفها في الآخر نحن نجعلنا في حاجة زيدي ونحن تبقى أول حاجة تبقى في الوطن العربي وفي أفريقيا يعني دفعا فخر لنا كلنا أكيد أنا عايز أقول لكم كنات نادي الأهلي وطبعا ده الطبيعي الحمد لله رب زي ما اتفقنا لكن عايز أقول لكم كمان على صعوبات السوشيال ميديا بالنسبة لقناة نادي الأهلي تحديدا وقال دي أنت كسوشيال ميديا كل حرف بتكتبه أنت مسؤول عنه أنت قناة لك شكل قناة نادي ومش أي نادي طبعا نادي أهلي من أعظم الأنداف العالم مش في الوطن العربي أو أفريقيا بس أو أيا كان فكل حرف أنت بتكتبه تبقى مخلي بالك منه أوي تحاول ترضي جماعية نادي الأهلي العريضة اللي صعب جدا إرضاءها ودايما أنا بقول كده نادي الأهلي صعب جدا أنت ترضاءها دايما عايزة الفوز بس المكسب بس أحسن حاجة في الدنيا حتى في السوشيال ميديا هيسا فقول لي الصعوبات اللي بتقابلك إزاي أنا بصراحة يعني هم صعب إرضاءهم ودي حاجة حلو هو أنا حاولي حلوك الحاجة هو أنت لخصت أكبر مشاكل بتواجه السوشيال ميديا الخاصة بنادي الأهلي وهي صعب إرضاء الجمهور جمهور دايما جمهور في حالة كده في حالة عيش ما بينه وبين النادي الأهلي بشكل غير ما شفتهاش قبل كده وإحنا من جمهور يعني نحسن بالحالة دي فهو أكبر صعوبة بتقابلك أعتقد أو بتقابلنا احنا في السوشيال ميديا وصناعة السوشيال ميديا أعتقد أن هي بتقابلكوا برضو أنه لقدر الله لو تعرضت مثلا لهزيمة وهي حاجة وردة ولكن هي حاجة ندرة عندنا فبصفاتها ندرة على النادي الأهلي إحنا بحصل لنا بني أنت دي من أكبر الحاجات اللي أنت لقدر الله لو أنت تعرضت الحاجة وده كورة بالضبط فده بالنسبة لنا احنا مش عارفين نعمل إيه أعتقد أننا بتخرج عليكم برضو بقابلكوا نفس الموضوع يعني أنت بعد المباراة فدي حاجة هي ممكن تكون زيادة عندنا قوي مش زيادة شوية كجمهور نادي أهلي هو مش قابل ده يعني أنا شخصيا متربي على مبادئ النادي الأهلي وعلى الحلوة والمرة معاه الحمد لله أنا ما شفتش مرة أنا على طول بشوف الحل فلما بيحصل حاجة زي كده بيبقى فيه انتفاضل فده بقى بيبقى أنت فاهم برضو الميديا بتاعنا أو الوسيط بتاع السوشيال ميديا هو وسيط مختلف شوية احنا مش راديو ومش تلفزيون انت فيه انت في حاجة تفاعلية جدا انت يعني احنا بندرس البيهيفير أو اسلوب وسلوك الفان أو الموجود على السوشيال ميديا عندنا فهو بيبقى احنا عارفين بنحط المقطع بتاع ميدو احنا عارفين تقريبا حفظنا الردود الأفعال هتبقى عاملة ازاي وامتى وقدي هي لحظية وقدي هي يعني قوية فهيبقى دايما المناطق دي هي أصعب حاجة بالإضافة طبعا لبعض الصعوبات اللي هي في المهنة احنا عندنا برضو كان دي اهلي احنا كمنظومة ما بتريحش الحمد لله ما شاء الله يعني فانت عندك أتبقى عشرين ساعة حديث يعني مفيش راحة عنك فدي صعوبة اه طبعا انت عندك احداث متوجبة عندك فوز في كل المجالات عندك انشطة دايما متحركة وسريعة جدا فانت بتبدأ تحاول بتيم معين تتواكب كل الأحلاث دي وتظهرها للناس خاصة ان السوشال ميديا الرسمية عند الناس يعني برضو دي من النقطة اللي كتعزة واضحها ان السوشال ميديا الاهلوية بصفة ان انت عندك مجتمع المصري أغلبياته أهلاوي فانت عندك السوشال ميديا الجماهيرية ودي حاجة قوية ولطيفة جدا وليها تأثير قوي جدا ولكن جمهور الأهلي واعي يعني الصفحات وحتى صفحات الوеб سايتس والمواقع الإقبالية بتجتهد احنا عندنا مش اجتهد احنا عندنا فيه سياق معين وفيه فريم انت ما بتقدرش تحط غير الخبر السليم والصحيح ولذلك ده بيبقى برضو الفان او الجمهور بيستني يشوف السوشال ميديا الرسمية هو ده الخبر اللي بيعتمد عليه بالضبط وبيتجاهل يعني على الرغم من انه جمهور وبيخش على كل صفحات الجماهيرية دي غير ان انت ممكن تشوف التعليقات انهو مستني الخبر ينزل على صفحة قناة الأهلي او على قناة الأهلي دي حقيق دي حقيق قبل ما روح لمجدي اسألك أصعب موقف ايه حصل لك او اصعب يعني المفروض انت تتعلق على حاجة ودنيا كد بالنسبة لك صعبة جدا زي ما هيسا بيقول كده عكيد بعد هزيمة او او اي حاجة هسألك عن موقف بس تعال نروح لفاصل نطلع ونرجع نتواصل مع فريق السوشال ميديا الجمد جدا عندنا في القناة أهلا بحضراتكم الجديد كنا قبل الفاصل بسأل مجدي عن اصعب حاجة كتبتها او تحمل همان انا عارف اتقول لي ايه طبعا اكيد ساندونز اكيد اصعب المواقف طبعا انك طبعا بتغطي مطش وتخسر بطولة او بتخسر والمكسب والخصارة وارد في القناة مطش الخامسة بتاع ساندونز ده يعني واحد شغال ومش قادر تعرف ان انت دايما هدفك البطولة غايب عننا بقى انت كمال بتواجه الجمهور الحقي بقى بالظبط انت كلمة الجمهور حي مستنيه بقى عايز اتفاعل معهم وارد عليهم بس مباش فيه امكانية يعني كتبت ايه فاكر لا مش فاكر كتبت ايه لاني اه الموضوع بيبقى صعب يعني تمام فلو تكتب نهاية المباراة مثلا خمسة خمسة دي الصور اللي انتو عاملينها دا او اوين دا بقى تمام دا شغلك او مش كده او الديزاينر طبعا الديزاينر اكتر عنصر الديزاين عنصر مهم جدا عند الجماهير اكيد بيتفعلوا جدا مع كل تصميم بينزل ومستنين يعني خلاص انت عودتهم على ان كل مطر جديد بيبقى لي كمان بيشدك كمان اه طبعا طبعا هو دا شغل اللي اندية كلها احنا بنحاول نبقى مواكبين وبنحاول نطلع تصميمات مختلفة الناس بتحس اوي بتحس الزوق وتحس قوالتي للتصميم والالوان يعني بيبقوا دايما مركزين اوي ان التصميم حلو وبيبقى فيه مناس الوان دا بقى ازاي بتوعي تفكري في ديزاين وليل اول طبعا شغلك ايه جرافيك ديزاينر طبعا مع بعض يعني احنا مسلا لتصي عندنا بطولة جاية او ماتش مهم لا لا ده بجد بجد ده اللي بيحصل لازم ارجع اسألهم احنا تحفظ بصراحة ديزاينات يعني لازم تشدك او لازم تشد الجنة فضل لازم كلنا مع بعض نتفق احنا مفروض الفترة اللي جاية عندنا ايه هنعمل ايه هنحطة مين اللعيب اللي عيتحط الماتش اللي جاي في البوستر او كده حسوا انه يجذب الناس اه وانا بطبيعة الحال انا اللي عملة ديزاين فبتخل ابص اشوف الفيتباك بتاعت الناس ايه اعجبهم مش عجبهم في حاجة كده يعني دي طبيعة شغلي اكتر ديزاين انت عملكيه فرحتي لا اهم كلهم كلهم بص التوضع بص في ديزاين زعلني ايوة يعني مثلا بتاع اعتزال كبتن حسام غالي كنت بعمله وانا بتضايق يعني نفسيا كنت بتضايق اه طبعا ده ديزاين انتي شفتي مش لا يعني انا بعمله نفسيا عشان هو ماشي خلاص وده يبقى اخر ديزاين انا مثلا بعمله معاف طب ديزاين عملتي وقلت لأ كان المفروض يبقى حسن من كده انا عملته بصراحة مش حلو هو كان في الاول وطبعا عشان انا بقالي فترة الحمد لله بس الموضوع بيتطور يعني كنت في الاول بنا ببص على شغل اللي انا عملاي انتي ما تعمليش ديزاين لانا ليه طيبة هاعمل لك حظ لازم لازم يا جماعة لازم يا عيس لازم تهتموا بيا على فكرة اه مجرد دران صاحبكو على الان ديزاين وضع خاص لا تحفى جد والله انا بحييكي يعني انا بصراحة متفرجش ما تشوفش ديزاينات كتير للأسف يعني لكن بصراحة حلو يعني يشد بألواناتك الغالبة في الدزاينات ايه طبعا احمر لازم تبقى فيه روح الاهلي طبعا الله انت جايبة كمان منور بزين اخدت بالك بقى احنا من خلال التصميمات دي انت بتوكبت كل الاحداث طبعا دي كانت ذكره بتحاول كل مطش عندك انت عندك بيتتعامل زي فانت كل مطش بيحصل قبلي كامبين معينة او ارتورك او شغل تصميمات لخلال المطش متابعة المطش ذات نفسه المطشات الدوري بيبقى لها تيم معين مطشات افريقي بيقى لها تيم معين اي حاجة كمان في العاب الاخرى سلة طائرة بطولات افريقية فطبعا انت عارف الاحداث زي ما قلت لك عندنا كتير جدا فبيبقى فيه لود كبير جدا على موضوع التصميمات وانت بتبقى مضطر لان الناس الناس خلاص تعودت على كده وعايزة كده يعني الناس بتبدأ تسأل على حتى التصميم بتاع الاخبار يجدد الناس ممكن تبقى عايزة تابضيت لي حاجات بقى اللي هي انت عند الجمهور هلتفعلها عندنا جمهور أسسان مفرداش بحاجة اه طب اه طب الشخصية بتخليكي انت يتفكري في الزهن معين ليه او الوش او الشكل او الماتش صعوبته ممكن اه ممكن وطبعا اللعيبة اللي هتلعب لازم يتم اختيارهم عشان الناس هتتفعل اكتر لو حطينا العيب مثلا كان الماتش اللي فات كمان في داماتش هو رجل المباراة فبنحوط مثلا في ديزاين اللي بعده بحيس انه الناس خلاص مستنية تشوف ده بالوقت فتتفعل معاه اكتر تمام عندنا اخونا بنحاول نجيب الحقوق باخصى بانا سطيع لكن الدنيا ماشية انه احنا مفيش متريال كتير عندنا الموضوع ده بيسبب لك انت اه طبعا بيسبب لك صعوبة طبعا تغلب عليه ازاي اه بنغلب عليه بشغلنا يعني ما بنحاولش ان احنا نطلع ببرى الاطار اللي احنا نشغالين عليه تمام لانه بيبقى في حقوق والحقوق دي تبقى ملك الناس تمام فاحنا ما بنحاولش انها تجاوز بس موضوع ده صعب عليه جدا طبعا موضوع الحقوق على ديجيتال عموما اه موضوع يعني كمان بيسبب اخطار للسوشال ميديا او اللي انت تشتغل عليها لان انت مش من حقك خالص تستخدم اي حاجة مش حقوقك اه هو برضو هنرجع ونقول ان المشاكل متشابهة انت لما يكون عندك مفيش مادة معينة وانت في الستوديو بتأثر عليك شوية في الكفاءة الكونتنت او المحتوى ده برضو بي شوية بي دايقنا وبي دايق علينا في حتة انه انه مفيش محتوى معين او حقوق لمطش من الزب 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 او كده طبعا بنتمنى ان يبقى فيه لقناة النادي الاهلي انتمنى ان يبقى فيه حقوق عندنا وانتمنى ان يبقى في منطقة الهوى او البرامج انا ببقى مراية بتاعكس شغلوكم ومجهودكم بنحاول بس نبروز حاجات معينة او نشوف الناس او نقطع الحلقات عندنا طبعا بقيت التيم ناس بتشتغل على التيم قولي التيم عشان ما ننساش بردو التيم كلوه انا عحمد طبعا اشكرهم كلوهم يعني واما محمد وواقل مسؤولين عن المحتوى والكابشنز وانده مسؤول عن الديزاين وتامر هو المسؤول عن اليوتيوب مع محمد عبدالله هما يعني هو فصراحة شكر لي جدا لانه هو اكتر واحد شاي الهم موضوع الحقوق وموضوع انت عندك لو في فريم واحد مش بتاعك بالفيديو كامل بممكن تيك دون او صاحب الحق يعني فده بيبقى تعامل انت بعد اما التسجيل بتاع البرامج ده كله بيحصل بيحصل فلتريشن ليه بيحصل استماع ليه طبعا بتتعاون مع الاعداد بيبقى فيه السكريبت او كده بس برضو فيه مجهود ان انت ازاي تقدر تطلع مقطع يستخدموا او يشاهدوا جمهور اليوتيوب وهم يبقوا مبساطين يقدر يطلع تريند بالفعل احنا في فيديوهات كتير جدا بتطلع تريند عندنا بسبب حاجات زاي كده اكيد 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 او انت ازاي بتطوري الديزاين بتاعك يعني بتروح لفين عشان تطوري الديزاين انت المطلوب منك ان انت كل شوية لازم تطوري يعني كل مادش كل تمرينة وانت عارفة الاهلي زي ما قال هيسا وقال ما بدي الاهلي ما بيخلاش من الاحداياس 24 ساعة حقيق اه تطوير طبعا انا لازم اشوف كمان حاجات يعني سواء في مصر او بره اه بذاكر يعني بابتدي اشوف كمان ايه التريند اللي حاصل في الديزاين زي ما فيه ترينز في الفيديو والحاجات دي فيه ترينز برضو في الديزاين بابتدي اشوفها اشوف يعني معظم الحاجات بتبقى ريسرش وبابتدي اشتعلع نفسي اجربوا وارجع لهم تمام حلو كده يعني لو بطبق تمام خلاص بتنزل بتنزل وكفوه منين اكثر واحد بتوقتنع ايه لان هو تمام مستر هايسون طبعاً مستر هايسون طبعاً لو قال لي وحش خلاص أنا شوفت مدعي مجدي بنقعد نفكر ان احنا نطور قناتنا نخلي نسب المشاهدة عالية جباً بنحاول احنا نفسنا يبقى عندنا مليارات عندنا بتفكروا في ايه؟ بتعملوا ايه؟ بنقعد كثيراً ونفكر في الأحداث اللي بتيدي ونبتدي نشتغل عليها ونبتدي نوزع مهم الشهر وطبعاً أستاذ هايسون طبعاً صبرت لنا في الحتة دي لما حد مننا بيجي يعني بيجي استوقفه أمر معين بنطرح الأفكار وبتكلم فيها معنا وبنبتدي نشتغل عليها تماماً بص احنا عمليين كده جروب احنا دايماً بنعمل سيشنز بجاني ستورمين جاني او عصف زيني دايماً كل اما يبقى فيه حدث جديد او فعالية جديدة بيبقى قابليها اقتراحات التيم طبعاً اقتراحات بيبقى على كاهل محمد مجدي ووائل أكتر اللي هما الكونتينت كرييتورز او صنوها المحتوى وبنبدأ نطلع منه الأفكار بقى كلها اللي هنبدأ نشتغلها لان احنا نشتغل على شاشة بكل الكونتينت اللي فيها ومحتوى خاص بقى بالتفاعلي محتوى خاص بجمهور السوشيال ميديا هو عايز يشوف بقى احصائيات وارقام وتصميمات وعايز لغة وعايز سلو مودريشن كمان انت عايز عايز يرد عليك يعني ممكن تلاقي مثلا تصميم دي من الحاجات الطريفة شوي ان انت ممكن تلاقي تصميم بيقول ان مثلا فيه مطش هوى الساعة ثلاثة فكل الكممنتات تحت مطش الساعة كامل انت فهم ليه فالمودريشن انت لازم برضو ممكن يكون ماخدش بياله ممكن يكون فونت صغير ممكن يكون بيفتح من موبايل فانت قريدي بتبقى لازم تبقى تتفاعل معيه والحاجة التانية هو التفاعل مع البرامج وده اللي احنا دايما بنسعليه ان حضرتك ليك جماهير بتستنى ببرنامج بتاعك تبقى عايزة تشارك فمن وقت للتاني كل ما الاحداث بتبقى اكبر بيبقى فيه نوع من التفاعل مع بعض البرامج وبيتطور بمع الوقت يعني بيبقى فيه اسئلة مثلا ممكن تتطرح وممكن يبقى اجابتها عن طريق السوشال ميديا وده فايدة السوشال ميديا ان هو بقى ميديا متفاعله بشكل كبير جدا اكيد السؤال انا بحيارنا انا شخصيا احنا عارف ان احنا كقنات اهلي لينا شكل معين ولينا ستايل معين وانا اسلوب اللي هو ندينة شكل ندينة السوشال ميديا بقى عايز شوية شطة كده علشان تعارف بقى الجمهور ازاي بتقدر تعمل عملية توزنية بين ان انت تحط الشطة دي وانت تحافز على التعصو بتحافز على شكلك انت كأهدي يعني بتدرها ازاي مع فريقك احنا عندنا رولز تمام احنا متفقين على قدرة القناة قدرة القناة طبعا عندها المبادئ الاساسية الجامعة النادي احنا ملتزمين جدا بكل انواع ما انا بقول حضرتك هو الفاليو فين او القيمة بتاعتك الحقيقية هي المصدقية ان انت المصدر الرسمي ان انت قناة النادي الاهلي او يعني دي اكبر فاليو او اكبر قيمة بتقدمها لجمهور ان دي قناة اكبر نادي او احب نادي بالنسبة لهم فدي بالنسبة لنا كافية وعشان كده بقول انه هو مجهود وكل حاجة بس انا بقول للشباب احنا لسه بدري قوي احنا الموضوع فيه بوتينشل اكتر من كده بكتير احنا عايزين نوصل للعشرة والعشرين مليون ان فيه اكتر من كده كمان اهلوية بكتير جدا ومش اهلوية وبيحبوا النادي الاهلي وبيجعوه بتبعوه فحطة ان انا حط فليفرز او شطة او الحاجات دي مش وردة عندنا على الاطلاق احنا مصدر رسمي بننقل احداث بشكل ممكن يكون شكل قوي او شكل جيد او شكل ارتستيك او 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 زي محظف بتشوف ديزاين كابشن بشكل كويس ومعمور صح لكن بعيدين كل البعد عن اي حاجة تصير او تعمل مشاكل او يبقى فيه فليفرز مش 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 ادواتنا اصلا جميل جميل امت بتستخدم البلوك لما اليوزر بيخرج عن النطاق في جواسيس في الامر او في جواسيس سماء الحمراء your immobile so that if you can turn up or you can sit or you can run up its arms و هو بيخرج تعمل حجات غريبة كم جاسوس ctis سماء اطبعا طبعا مالل سماء او بلوكات سماء بلوكات سماء مرة او 2-3 و 4 وفي الاخر سماء بلوك او انا جالبا محمد لا يعملش اي بلوك لحد غير لو خرج عن نطاق الادب لكن هو دموني أن هذا هو جسوس أو من الجسوس. لا 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 فيه شي الكلام ده؟ لا 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 توجد هذا يمكن أن يوجد خروج عن الأدب و القواعد وهذا ما يمكن لديه بنات على صفحة جماهرية وبسر وكل الناس يجد لديها صفحة الأهلي. قناة الأهلي موجودة عند كل الناس. لكن تستطيع ان تستطيع لحكم هذه السيارة. لم يكن ما تحتاجة قد تكون الحدماء الأمور. كلنا حاجة واحدة في الأول وفي الآخر تحت اسم النادل آخر سؤال أسأل لك علشان وقتنا نجري بسرعة جدا أصعب ديزاين أنت عملتيه أصعب ديزاين ممكن كان ماتش بتاع أتلتكو مدريد لأن أثناء كان ماتش كنا بنغطي حاصري فكان علي ضغط جامد أول ده كان أصعب ديزاين عملتيه استخدامت في ألوان إيه ألوانا وألوانهم يعني عملت ميكس نحن لازم يبقى لنا بقى حلقة تانية إن شاء الله إن شاء الله يلي إن عشان أنا نحضر لك إنت بس مولتك أنا بقى وانت وان بص ما صدقت يا مكدي ما صدقت بس شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا دائما مفرحنا ودائما متفوقين ودائما الأوائل في كل حد نحن بس أشكر كل الزمائلة في القناة وعايز أعجل شكر التامر والوائل والوينداو سيد عيسام ومحمد عبد الله وإن شاء الله دائما نوفقين ونتمنى نوصل لحاجة أعلى من كده وأتمنى من جمهور الأهلي اللي هو هيد عامنا ويبس أبرت لي أكيد أمو يا جماعة أكيد طبعا تدعموا من غير الأهلي الأهلي ما شاء الله عليه دائما فوق أنا بتشرف شكرا جزيلا إن شاء الله ونتقي في القريب العاجل بعد ما نجيب كم مليون سواء الله بعصرة مليون ما إن شاء الله بإذن الله بدعم الجمهور الأهلوية ودايما الأهلي زي ما اتفقنا فوق الجميع دائما بتشرف بيكو بتشرفوني وشوفكو بكرو على خير ومع ألف سلام موسيقى